في ظل شتاء يعد من أقصى الشتاءات التي امرت على العراق والمنطقة يبدو العالم مغمضا عينيه عن مأساة النازحين في العراق الذين يعيشون ظروفا صعبة ويفتقدون لأدنى مقاومات الحياة بعد أن هجرتهم المعارك وتركوا ليواجهوا مصيرا خطيرا دون بارقة أمل لانتشالهم من واقعهم المأساوي منظمة ريتش للإغاثة الإنسانية والمعنية بتحليل مناطق الأزمات والكوارث أكدت أن مليون ومئتي ألف إنسان يتوزعون على 26 مخيم نزوح يعانون أوضاعا صعبة مشيرة إلى وجود مليونين ونصف المليون عراقي معظمهم من النازحين يواجهون احتياجات إنسانية ماسة قد تصبح مهددة للحياة إذا لم يجري توفيرها بشكل فوري وعلى الرغم من مرور السنوات على انتهاء العمليات العسكرية ما تزال عشرات الآلاف من الأسر تعيش في مخيمات ومعسكرات نزوح حيث يعانون من تدني الخدمات بعد قطع التخصيصات المالية من طرف الحكومة التي فشلت في تأمين إعادة كريمة للنازحين بقدر فشلها في توفير احتياجاتهم الأساسية وفي ظل عدم قدرة المنظمات غير الحكومية على تلبية احتياجات هؤلاء السكان فمن المرجح أن يبقى النازحون عالقين ما بين مخيمات تفتقر لأدنى الخدمات وبين عراقيل تعيق عودتهم لمناطقهم التي ما زال معظمها مدمر وبدون بنا تحتية أو بيئة آمنة وسليمة وتقول العديد من وكالات الإغاثة إنها تشعر بالإحباط مما ترى أنه حالة من غض الطرف عن مأساة المهجرين والنازحين بينما يبرز الفساد وسيطرة الميليشيات على مناطق النزوح ومع أهلها من العودة إليها كمشاكل أساسية في الوصول إلى حلول حقيقية ومستدامة لأزمة إنسانية في طريقها لأن تصبح مزمنة ترجمة نانسي قنقر